بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في الاحتمالات لبكالوريا 2018 رقم 4 أنصح بشربات العلوم التجربية والتقنى الرياضي والرياضي لأنه تمرين شامل ورائع حيث قال يحوي صندوق 7 قريصات تحمل الأرقام 0111223 قال نسحب في آن واحد وهذه مهمة جدا في آن واحد قريصاتين من الصندوق قال ونعتبر المتغير العشوائي EGRAG الذي يرفق بكل سحبة من هذه السحبات ماذا يرفق مجموع رقمي القريصاتين المسعوبتين قال واحد عين قيم المتغير العشوائي EGRAG ثم أعطي قانون احتماله ثانيا قال أحسب الاحتمالات التالية ثم ثالثا قال أحسب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي EGRAG إذا لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصلة إذن ننطلق أبنائي في الحلقة ليحوي صندوق سبع قريصات تحمل الأرقام 0111223 قال نسحب في آن واحد قريصتين من الصندوق إذن أولا لما يقول نسحب في آن واحد يأتي في ذهني أنه توفيقا لهي السي كم يوجد لنا من قريصة؟ يوجد لنا سبع نسحب منها إثنان إذن أولا نكتب هنا عدد الحالات إذن عدد الحالات الممكنة لهذا السحب إذن نأتي إلى الآلة الحاسبة هنا أبنائي ونضغط على سبعة إذن تكتب لي سبعة ثم نضغط على هذا الزر لهو NCR تصبح لنا السي ونضغط على إثنان ونجعل ماذا؟ ونجعل التساوي لما نجعل التساوي تعطينا واحد وعشرون إذن عدد حالات في هذه الحالة هو واحد وعشرون وقلت يحسبوا بالآلة الحاسبة كأمر جدا بسيط قال ونعتبر المتغير العشوائي Y الذي يرفق بكل سحبة من هذه السحبات ماذا يرفق هذا Y؟ هو مجموع رقمي القريصتين المسعوبتين قال عين قيم المتغير العشوائي Y إذن نكتب هنا تعيين قيم المتغير العشوائي الذي اسمه ماذا؟ الذي اسمه Y مرات يسمى X أو Y أو Alpha المهم متغير أو مجهول لاحظوا وانتبهوا أرجوكم تخيلوا الآن أبنائي إذا القريصة الأولى تحصلنا عليها رقمها الأول هو صفر والثاني رقمها واحد إذا جمعنا هذا وهذا كم؟ تصبح لنا صفر زائد واحد وهو واحد إذن هي هذه القيم هي الواحد لماذا؟ أن تخيل القريصة واحدة منهم تحمل صفر والثاني تحمل واحد مجموعة صفر زائد واحد هو واحد أو تخيلوا الآن القريصتين هذه واحد والأخرى واحد واحد وواحد كم؟ اثنان أو كذلك صفر مع ماذا؟ مع اثنان لاحظتم؟ كذلك صفر زائد اثنان هو اثنان عندنا كذلك تخيلوا القريصتين المحصل عليه ومع المسعوبتين واحدة تحمل واحد والأخرى تحمل اثنان الواحد والاثنان كم؟ إنه ثلاثة لأنه وقل مجموعة القريصتين نجمع يعني عدد عدديهما أو رقميهما كذلك تخيلوا الآن لو نتحصل كذلك على ثلاثة والصفرة إذن هذا كذلك لما نجمع الثلاثة مع صفر صبح لنا ثلاثة تخيلوا الآن لو نجمع مجموعة القريصتين الظاهرتين الصحوبتين اللي هي اثنان اثنان الاثنان زائد الاثنان كم؟ إنها أربعة أو ثلاثة وواحد كذلك مجموعهم أربعة لحظتم يعني هو وقع مجموعة القريصتين مجموعة رقمي القريصتين هو الذي نضعه هنا أو تخيلوا القريصتين واحدة تحمل لنا ثلاثة والأخرى اثنان لما نجمع هذه وهذه كم تصبح لنا؟ تصبح لنا خمسة هل يوجد مثلا الثلاثة والثلاثة؟ لا لأنه يوجد لنا قريصة وحيدة تحمل رقم ثلاثة حتى ننتبه جيدا يعني لا يمكن أن نجد في سحب هنا ثلاثة وهنا ثلاثة لماذا؟ لأن عندنا قريصة وحيدة هي التي تحمل رقم ثلاثة إذن ما هي القيم ممكن لهذا المتغير العشوية؟ هي الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة أرجو قد فهمتم لأن قال لما نأتي بقرستين المحصل عليهم الرقمين الذين يكون هم هلما التي نجمعهم تلك الرقمين هم الذي مجموعهم هو الذي يأخذه هذا هذا ما نسميه المتغير العشوائي في هذه الحالة يتبع مجموع رقمي القرستين المسعوبتين إذن نجمع تلك الرقمين ونضع هذه قيم هذا المتغير العشوائي فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن أبنائي إلى أعطي قانون احتماله إذن نكتب هنا قانون إذن قانون الاحتمال لمن للمتغير المتغير العشوائي الذي في هذا الحالة اسمه ماذا؟ اسمه إيغراج دقيقوا نحن قلنا قيمه ما هي أنه قيمه هذا المتغير العشوائي التي هي الواحد والإثنان والثلاثة والأربعة والخمسة هذه قيم هذا الإيغراج حيث هذا الإيغراج قلنا هو الناتج عن ماذا؟ عن مجموع رقمي القرستين المسعوبتين لاحظوا إذن نأتي أولا نقوم بحساب محتمال نقول حساب بي لإيغراج من أجل إيغراج كم يساوي؟ يساوينا أولا واحد فيساوي الآن لاحظوا وانتبهوا دائما نقسم على الحالات الممكنة هي السبعة إثنان نقول الواحد ماذا نتحصل عليه؟ إما أن تكون القريسة الأولى تحمل ماذا؟ تحمل صفر والثانية تحمل لنا رقم واحد اجمعوا هذا مع هذا كم؟ إنه جمعهم كم يعطينا واحد فاصبحنا السي كم يجد لنا الآن من قريسة تحمل رقم واحد؟ يجد لنا ثلاثة نسحب منها كم؟ تكون منها واحد والصفر كم؟ يجد لنا واحدة ونسحب منها ماذا؟ نسحب منها واحدة لما نجري هذا بالآلة الحاسبة كذلك من هنا ونكتب هنا ثلاثة سي واحد ثم في واحد سي واحد ونجعل لها التساوي أكيد سوف تعطي لنا ثلاثة يا أبنائي إذن نضع هنا نصبح لنا ثلاثة على ماذا؟ على واحد وعشرون فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الآن الفكرة في هذه الحالة إذن هنا قلنا واحدة تحمل رقم واحد والأخرى تحمل رقم صفر الواحدات عندنا كم؟ عندنا ثلاثة الصفر عندنا واحد نأتي الآن بيلي إغراج من أجل إغراج يساوينا إثنان الآن الإثنان متى نتحصل عليه؟ نتحصل إذا جمع واحد وواحد أو ماذا؟ أو جمع الإثنان والصفر وكلمة أو في الاحتمال دائما هي زائد سبحانا هكذا نقول سي كم يوجد لنا من واحد؟ يوجد لنا ثلاثة إذن ثلاثة أخذ منهم إثنان بحيث واحد زائد واحد يساوينا إثنان أو كم يوجد لنا من الإثنان؟ الإثنان يوجد لنا كم يوجد لنا إثنان؟ كم نأخذ منها واحدة وواحدة من ماذا؟ وواحدة من التي تحملوا رقم صفر تحملوا رقم صفر إنها واحد محنا واحد واحد على ماذا؟ على السي سبعة إثنان لما نكمل هنا بالآلة الحاسبة سوف نجد أبناي نجد خمسة على ماذا؟ على واحد وعشرون فقط أبناي أرجو قد بدأتم تفهمون الفكرة ثم الآن إذا أتينا إلى بي لإيقلاق يساوينا الثلاثة الإيقلاق يساوينا الثلاثة كم؟ إذن تخيلوا الثلاثة كيف أن تحصل عليها؟ إما أن واحد زائد اثنان أو ماذا؟ أو الثلاثة زائد صفر كذلك يعطينا الثلاثة فنقول هنا سي سبعة إثنان إذن واحدة تحمل واحد الواحد كم يجد لنا ثلاثة؟ إذن ثلاثة نأخذ منها واحد في ماذا؟ في الاثنان كم يجد لنا؟ يجد لنا اثنان نأخذ منهم واحد أو هنا أو سي الثلاثة كم يجد لنا من واحدة؟ يجد لنا واحد نأخذ منها كم واحد والصفر كم يجد لنا؟ يجد لنا واحد نأخذ منه واحد هكذا لما نجري هذه كذلك بالآلة الحسبة وكذلك تعمل زائد يعني يكتبوا هذه في الآلة الحسبة ثم أضيفوا زائد واكتبوا واحد سي واحد في واحد سي واحد سوف تعطي لكم النتجة مباشرة يعني دون تعب سوف تعطي لكم سبعة على واحد وعشرون ثم نأتي الآن إلى بيلي كذلك هكذا لاحظوا جيد إذن كذلك نقول بيلي كم يستطيعنا الأربعة الأربعة كم نتحصل عليه الأربعة إما تكون القريسة الأولى تحمل لكم اثنان والثانية اثنان أو ماذا أو يعني أو 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 ماذا ثلاثة والأخرى تحمل لنا كم تحمل لنا واحد هل الصفر لا لأن ثلاثة زائد صفر لا يمكن لنا تعطي لنا أربعة فصبحنا سي الاثنان كم يوجد لنا يوجد لنا اثنان نأخذ منهم اثنان أو ماذا أو سي الثلاثة عندنا واحد نأخذ منه واحد والواحد يوجد لنا ثلاثة نأخذ منها واحد على ماذا ركزوا على دائما سي سبعة اثنان لما نجري هذه بالآلة الحاسبة كم سوف نجد؟ نجد أربعة على ماذا؟ على واحد وعشرون فقط أبنائي نأتي الآن إلى بيلي لما يجري يسأل لنا خمسة الخمسة كيف نتحصل عليها؟ لهي الثلاثة قرية الأولى تحمل ثلاثة والثانية اثنان فقط فماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا الثلاثة عندنا واحد نأخذ منها واحدة والاثنان يوجد لنا اثنان نأخذ منها واحدة على السبعة لما نجري هذا بالآلة الحاسبة سوف نجد اثنان على واحد وعشرون الآن بعدما وجدنا كل هذه القيم نلخصها في جدول بسيط ويجب علينا أن نلخص الصيوة في هذا الجدول حتى يظهر كل شيء إذا لاحظوا هكذا وهكذا وهكذا نحكزوا جيدا أبنائي دائما قانون الاهتمال ضعوه ضمن ماذا؟ ضمن الجدول إذن لما يأخذ لنا واحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة ثم نضع هكذا نضع هنا إقلاق إي إذن نكتب هنا إقراق هكذا نقول إيقراق إي وهنا بي بي إيقراق يسيلي إيقراق إي صغير هكذا حتى تفهم الفكرة إذن إيقراق سغير وهنا يمكن أن نضع إيقراق ما جسكيل لاحظوا جيدا ننضع هنا إيقراق هكذا حتى نفهم إذن ما هي قيم متغير العشوائي قلنا هي الواحد والإثنان والثلاثة والأربعة والخمسة نقسم هنا كلهم نقسم على الواحد والعشرون واحد وعشرون واحد وعشرون وهنا واحد وعشرون وهنا واحد وعشرون حيث إذا جمعنا هذه القيم يجب علينا أن نجد واحد إن لم نجد واحد فهناك خطأ لجدال تعالوا نتحق ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة زائد أربعة زائد اثنان هذا أحيث جيدا هذا وهذا كم ستة الستة وثلاثة عشر ثلاثة عشر زائد ماذا زائد ثمانية تصبح لنا واحد وعشرون إذن نحن على ساب واحد وعشرون على واحد وعشرون إنها الواحد تصبح لنا كم تصبح لنا قلنا في الأول وجدنا ثلاثة ثم وجدنا خمسة ثم وجدنا سبعة ثم وجدنا أربعة ثم وجدنا إثنان هذا هو الجدول الذي يلخص قانون المتغير العشوائي يا أبني إيجراج فقط بعدما أنهينا مع السؤال الأول نأتي الآن إلى ثانيا قال أحسب الاهتمالات التالية بي لإيجراج حيث إيجراج يكون أقل أو يستوينا ثلاثة وبي لإيجراج حيث إيجراج أقل ثمان من الاثنان وبي لإيجراج حيث إيجراج أكبر أو يستوينا ماذا يستوينا أربعة إذن نكتب هنا حساب عفوا الاحتمالات التالية ننطلق بالأول إذن عندنا بي لإيجراج حيث إيجراج أقل أو يستوينا ثلاثة أقل أو يستوينا ثلاثة هذا ماذا يعني؟ يعني العدد التي تكون أقل لإيجراج يكون أقل أو يستوينا ثلاثة معناه إما هذه أو هذه أو هذه ما معناه؟ تصبح وهو قلابي معناه احتمالات لهو هذا زائد هذا زائد هذا حتى تفهموا جيدا ركيزوا جيدا معناه يصبح لنا هكذا بي لإيجراج يستوينا واحد زائد بي أو يعني أو دائما هو زائد أو بي لإيجراج يستوينا إثنان أو بي لإيجراج يستوينا كم؟ يستوي لنا ثلاثة ويصبح لنا مو منه بي لإيجراج أقل أو يستوينا ثلاثة يستوي لنا ثلاثة على واحد وعشرون زائد خمسة على واحد وعشرون زائد سبعة على واحد وعشرون ويساوي لنا إذن هذا مع هذا 12 مع هذا تصبح هنا 15 على ماذا؟ على 21 فقط أبناء بعدها نأتي الآن إلى P لإيجراج لكن إيجراج أقل تماما من الإثنان أقل تمام من إثنان لاحظوا ها هو الإثنان أقل تماما معناه يكون إلا هذا فقط لأن الأقل تمام من الإثنان هو الواحد فقط يساوي لنا P لإيجراج حيث إيجراج يساوينا واحد ويساوينا P لديه ها هو احتمال لهو ثلاثة على ماذا؟ على واحد وعشرون فقط نأتي كذلك إلى P لإيجراج أكبر أو يساوي لنا أربعة يساوي ها هو الأربعة الأكبر الأكبر منه هو هو والخمسة نقل أكبر أو يساوي مع أن نقل أكبر أو يساوي فنقول الأربعة والخمسة أصبح يساوي لنا P لإيجراج يساوي أربعة أو لهو زايد و P لإيجراج يساوي لنا خمسة ويساوي P لإيجراج يساوي لنا أربعة ها هي قيمته التي هي أربعة على واحد وعشرون زايد الذي بعدها لهو وإثنان على واحد وعشرون ويساوي لنا ستة على واحد ماذا؟ 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 ستة على واحد وعشرون فقط أبنائي أدها أبنائي نأتي الآن إلى أحسب الأمل الرياضياتي إذا نكتب هنا حساب الأمل الرياضياتي أو الأمل الرياضي اللي هو يرمز له بإيجراج لأن المتغير هنا ليس إكس إنما إيجراج فقط حتى نفهم جيدا تصبح هنا هو كقانون إيجراج يساوي المجموع من إي يساوي لنا واحد إلى غاية تعالوا هنا أريكم كيف يحسب إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى غاية خمسة يعني نعد هنا عدد الأعمدة هذه ليس هذه القيم واحد واثنان لا إنما واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة معناها عدد الأعمدة لأن هذا متغير العشوائي يمكن أن تكون هنا نقص واحد وهنا مثلا سبعة لكن نحن نعد العدد الأعمدة نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب هنا خمسة فقط يعني ليس له علاقة بتلك العداد الموجودة هنا في هذه السطرة حتى نفهم جيدا لمن لإيجراج هكذا تقول قاعدة إيجراجتش في في بي لإيجراجتش حيث يعيه إيجراجتش ما معنى حتى نفهم جيدا نصبح هنا إلي إيجراجتش 21 زائد 3 على 3 في 3 في 7 على 21 زائد 4 في 4 على 21 زائد 5 في 2 على 21 بعدما نجري الآن ونضرب تصبحنا تساوي كم المقام أكيد هو موحد لهو 21 تصبحنا 3 زائد 10 لأن هذا في هذا 10 ثم هذا في هذا زائد 21 زائد هذا في هذا الذي هو 16 ثم زائد هذا في هذا الذي هو 10 لما نجري عملية الحساب نوجد 60 على 21 نقسم على 3 ونقسم على 3 تصبحنا 20 على 7 إذن يستوينا 20 على 7 فقط أبنائي بعدما أنهينا معها الأمل الرياضية نأتي الآن إلى التباين إذن نكتب هنا حساب التباين الذي يرمز له ب يقول أحدكم يا أبناء المتغير هنا عندنا كقانون الذي عليكم أن تكونوا على دراية به أنه نقول أنه نقول لـ يساوينا كذلك المجموعة هذا اللي هو سيجما من A يساوينا 1 إلى غاية هنا كذلك الخمسة مثلما قلت لكم 1 2 3 4 5 إذن نقول إلى لمن هكذا تقول قاعدة لـ تقول قاعدة هكذا Y ناقص Y الكل هكذا الكل مربع إذن قلت هنا الكل مربع في P لـ Y حيث Y يساوي Y كيف ذلك؟ دقيقوا حتى تتفهموا نصبحنا V Y يساوي ماذا يساوي يا أبنائي؟ يساوي أن هذا ناقص هذا في الإهتماء هذا إذن لاحظوا حتى تتفهموا نقول 1 ناقص ناقص 20 على 7 الكل مربع في احتماله الاهتمال لهو 3 على 21 زائد هذا ناقص هذا مربع لهو كم؟ إذن بعد ما تحدثنا قلنا هذا اسمعوا جيدا هذا ناقص عفوا عفوا هذا ناقص هذا مربع في هذا ثم نأتي كذا نقول هذا ناقص هذا مربع في هذا حتى تتفهموا جيدا نصبحنا زائد 2 ناقص 20 على ماذا؟ على 7 الكل مربع في احتماله 5 على 21 زائد 3 ناقص 20 20 قلت 20 نتبه بخط أوضح 20 ناقص على 7 الكل مربع في احتماله 7 على 21 ثم زائد لاحظوا انتبهوا ثم 4 ناقص اللي هو دائما ناقص الامن الرياضي اللي هو 20 على 7 الكل مربع في احتمالهم الذي هو 4 على 21 زائد كذلك 5 ناقص 20 على 7 الكل مربع في احتمالهم 2 على 21 نكمل الان الحساب رويدا ولا نتعجل اذا ارجو قد فهمتم القانون كيف القانون هو انه هذا ناقص هذا مربع في هذا ثم زائد هذا ناقص هذا مربع في هذا ثم هذا ناقص هذا مربع في هذا ثم هذا ناقص هذا مربع في هذا ثم هذا ناقص هذا مربع في هذا هكذا القانون ثم نكمل الان عملية الحساب رويدا رويدا تصبح لنا هنا ما علينا إلا أن نفكر في توحيد المقام هنا نظر في سبعة وهنا في سبعة تصبح لنا سبعة ناقص ماذا قلت ثلاثة عشر على سبعة مربع في ثلاثة على واحد وعشرون زائد نواحد هنا المقام اثنان ثم هنا كم هنا هنا اربعة عشر اربعة عشر ناقص عشرون ثم هنا ناقص ستة على ماذا ناقص ستة هنا قلت على سبعة اذا ناقص ستة على سبعة الكل مربع في خمسة على واحد وعشرون زائد نواحد هنا المقام سبعة صبح هنا هنا واحد وعشرون واحد وعشرون ناقص عشرون وهو واحد على سبعة الكل مربع في سبعة على ماذا على واحد وعشرون ثم ناتي الان واحد هنا المقام سبعة صبح هنا هنا ثمانية وعشرون ثمانية عشرون ناقص عشرون صبح هنا ثمانية على سبعة الكل مربع في أربعة على واحد وعشرون ثم زائد من واحد هنا المقام هم هنا سبعة وهنا سبعنا خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ناقص عشرون سبعنا خمسة عشر على سبعة الكل مربع في اثنان على واحد وعشرون لم أفعل شيء أبنائي إنما أنهقهم بعملة الحساب لما نجري هذا أنه نضرب هذا مربع وهنا لا تنسوا أن هذا إذا ربع في المقام سبعنا تسعة وأربعون في واحد وعشرون معناه المقام سبعنا هكذا في إغراج المقام الذي سوف نتحصل عليه يا أبنائي هو ألف وتسعة وعشرون لماذا؟ لأن هنا تعطيكم تسعة وأربعون في واحد وعشرون هنا كذلك تسعة وأربعون لأن هنا التربيع ونجمع البسطة فكم نجد يا ابني لما نحسب نجد 1400 1400 هذه إذا اختزلناها فاللهما بارك إذا افتركناها فهنا يجوز ثم بعدما وجدنا هذه نأتي الآن إلى حساب ماذا؟ الانحراف المعياري الانحراف المعياري يا ابني رمزه هو سيغما إيغراج يسوينا الجذر في لإيغراج معنا نصبح لنا سيغما إيغراج يسوينا كم؟ يسوينا الجذر هذه هي 1400 على ماذا؟ على 1029 إذا حسبنا ذلك يعني بالآلة الحسبة وحببنا أن نعطيها كقيمة تقريبية سوف تعطي لنا 37.41 أما إذا قربناها أصبح حتى 42 أرجو قد فهمتم فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وأبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته